من زرع محصولاً استراتيجياً سيحصل على ما يفيد عن حاجته من أرباح هذا نظرياً ولكن كيف له الحصول على الحد الأدنى من ثمار تعبه وحركة السحبات اليومية من المصرف الزراعي مقيدة وليس بإمكان الفلاح قبض ثمن محصوله كاملاً المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني أجاب في تصريح خاص لقناة سما عن آلية السحب الكامل للمبلغ بيجي الأخ الفلاح حسب قوام الشراء الوارد من الناس السورية للحبوب إذا كان فواتيره 50 مليون فما دون تسلم دفعة واحدة إذا المبلغ زاد عن 50 مليون أول يوم منسلمه 50 مليون والباقي يوضع بالحساب الجاري للأخ الفلاح تباعاً كل يوم مسموح للأخ الفلاح يسعب 25 مليون ليرا سوريا طبعاً وهو السقف المحدد بالسحب للسحب اليومي من قبل مصرف سوريا المركزي في حال ورود أي تعليمات جديدة برفع السقف أو تغيير آلية للصرف طبعاً راح يتم فوراً تعميمها على فروع المصرف الزراعي وفروع المصرف السيولة قولاً واحداً مؤمنة ما في خوف على السيولة فروع المصرف مستمر بالصرف لساعات متأخرة من المساء ثم تتوجه حكومي لدعم القطاع الزراعي بأنواعه كأفة إلا أن الفلاح لا يزال يراه خجولاً بالنسبة لتأمين مستلزمات الإنتاج ويعزف عن زراعة بعض المخاصيل لأنها بالكاد تغطي تكاليف الإنتاج نحن كمصرف إن قدرة على التمويل أنا في عندي جدوى الاحتياج معتمد من مجلس الإدارة مبلغ لفروع المصرف حدد الغايات المسموح بتمويلها حدد سقوف الإقراض حدد نسب الإقراض فأنا في عندي نسب اليوم ما فيني جاوزها هاي من جهة من جهة ثانية لازم يكون في جدية بالمشروع يعني الفلاح يوم بيساهم بنسبة بالمشروع بتكون الجدية بالتنفيذ والمتابعة أكثر في ظل التبدلات المناخية الحالية وتناقص الوارد المائي المخصص للري تم اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراءات التي تسهم في تسهيل منح قروض الري الحديث ودعم الفلاحين ولكنها في مناطق محددة من قبل الموارد المائية بير بدي يكون مرخص نظامي وبيدي أخذ موافقة وزارة الموارد المائية أو مديريات الموارد المائية بالمحافظات أن هذه المنطقة فيها مخزون مائي طبعا مسموح في حفر بير أو مسموح تركيب طاقة عليه طبعا الهدف أنه ما يصير استنزاف للمياه الجوفية المصرف الزراعي التعاوني يمنح قروضا لأغراض زراعة كافة والتسليف الزراعي النقدي والعيني ولكن بشروط معينة المزارعون يطالبون بتعديلها فلابد له أن يكون شريكا للمزارع مصغيا لمطالبه لتطوير الإنتاج الزراعي ترجمة نانسي قنقر